من الشرق إلى الغرب الاقتصاد يحرك العالم أنا ما يحجيج وهذه رحلتنا معكم في شرق غرب مع بلومبرغ ماذا يراقب العالم اليوم أقامت روسيا يوم حداد وطني بعد الهجوم الإرهابية الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 133 شخص في موسكو واصطفى الروس للتبرع بالدم للمصابين ووضع العديد منهم الزهور والشموع على ضريح مؤقت خارج قاعة مدينة كروكوس على أطراف موسكو وفي أسواق النفط تجاوز الطلب العالمي على النفط التوقعات لهذا العام ما أثار تساؤلات حول موعد بلوغ استهلاك النفط العالمي ذروته حذر الأمين العام لمنظمة أوبيك هيثم الغيس من المخاطر التي ستترتب على توقف إنتاج النفط أو استخدامه مشيرا إلى أن التخلي عنه ليس بالأمر السهل من جهتها تراجعت السعار والنفط لتتم تسويتها دون الـ 81 دولار للبرميل في نهاية الأسبوع بعد أن أدت قوة الدولار إلى كبح شهية المستثمرين تجاه السلع الأولية وهو ما عوض الإشارات على تشدد سوق الخام العالمي أما في الأسواق الأمريكية فحققت جميع المؤشرات الرئيسية مكاسب صحية نهاية الأسبوع الماضي كان مؤشر ناسدك الأفضل أداء إذ قفز بنسبة 2.85% تفألت الأسواق من اجتماع الفدرالي الذي ترك أسعار الفائدة دون تغيير وأكدت تعليقات رئيس الفدرالي جيروم باول أن التخفيضات قادمة على الرغم من الموجة الأخيرة من قرارات التضخم التي دفعت بعض المستثمرين إلى الخوف من تأجيل الجدول الزمني لخفض الفائدة أما بالنسبة لأسواق المنطقة فحركة هدوء أو حالة هدوء في بداية هذا الأسبوع دعونا نلقي نظر على أداء السوق السعودي مؤشر تاسع على تراجع بـ 14 النقطة المئوية مع نهاية تدولات اليوم نمو على تراجع بـ 22 النقطة المئوية على الرغم من هذا التراجع المؤشر مرتفع خلال هذا الربع بحوالي 9% وخلال هذا الشهر تحديدا 1.4% هذا بالنسبة لمؤشر تاسي اليوم كان هناك ضغط من القطاع المصرفي لنلقي نظرة على قطاع المصاري وقطاع البنوك اليوم على تراجع والضغط أتى من البنك الأهلي كان يضغط على المؤشر لسيما في نهاية الجلسة أما في قطاع الطاقة دعونا نلقي نظرة معا قطاع الطاقة أيضا يسجل بعض التراجع وقطاع المواد الأساسية في نهاية تدولات اليوم على تراجع بالنصف النقطة المئوية ماذا عن أخبار؟ شركات السوق السعودي تلقت شركة أكوا تاور إشعارا بحدوث تسريب في أحد مشروعاتها في المغرب مشيرة إلى أن التحليل الأولي يفيد بتوقف أعمال التشغيل قصريا حتى نوفمبر 20-24 وقدرت خسارة المشروع لإيرادات بقيمة 47 مليون دولار إذ تبلغ حصة أكوا باور في المشروع 75% السهم على تراجع في تدولات اليوم تلقت شركة أديس القابضة خطابا لعقد لتشغيل منصة حفر بحرية في تايلند بقيمة 354 مليون ريال مع شركة PTTEP لتطوير الطاقة مبينة أن مدة العقد 18 شهر إزلاء الزمية مع خيار التمديد لتسعة أشهر إضافية أديس أيضا على تراجع اليوم تحولت شركة الخزف السعودي إلى خسائر بقيمة 210 مليون ريال في 2023 مقابل أرباح ب174 مليون ريال في عام 2022 لتتجاوز خسائرها التوقعات البالغة 104 مليون ريال وذلك بسبب تسجيل الشركة خسائر انخفاض في قيمة أصول الشركة التابعة الخزف للأنابيب بمبلغ 78 مليون ريال وانخفاض المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع تكليف التمويل أيضا تراجع اليوم على الخزف السعودية من جهتها ارتفعت خسائر شركة باترو رابغ بنسبة 321% بنهاية عام 2023 إلى 4 مليارات و600 مليون ريال يعود ذلك إلى تأثير ظروف السوق سلبا على هوامش الربح لكل من المنتجات المكررة والبترو كيموية والارتفاع الكبير في تكليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة باترو رابغ يتراجع أصلا منذ بداية العام بأكثر من 23% من جهة أخرى ارتفعت أرباح شركة كاتريون للتمويل القابضة إلى نحو 283 مليون ريال في عام 2023 لتأتي دون التقديرات البلغة 297 مليون و300 ألف ريال يأتي ذلك نتيجة التوسع في المبيعات الناتجة عن زيادة العمليات التجارية كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية عن أرباح النصف الثاني من 20-23 بواقع ريال فاصل واحد ريال أو عشر هلالات للسهم الواحد أي بارتفاع 10% عن توزيعات النصف الأول من العام ذاته السهم أيضا يسجل تراجع بـ 1.13 ولكن ارتفاع منذ بداية العام بـ 5.6% لنقى نظرة على التعاملات في الأسواق الخارجية مع نهاية التداولات اليوم أيضا في الأسواق الخارجية بداية هادئة في هذه الأسواق كانت معظم الأسواق الخارجية أنهت جلسة الخميس الماضي على مكاسب مع تفاؤل المستثمرين بتأكيد الفدرالي الأمريكي بأنه سيخفض الفائدة ثلاثة مرات في العام الحالي على كل البحرين اليوم على ارتفاع برصة مصقة تسجل بعض الارتفاع قطر على ميل للارتفاع ومنذ بداية الجلسة ارتفاع على مدار الأسبوع الماضي كان مؤشر قطر سجل تراجع بـ 14 النقطة المئوية أما بالنسبة لسوق الكويت أيضا ثبات في نهاية التداولات وعلى مدار الأسبوع الماضي كان يسجل تراجع بـ 0.4% طبعا أسواق الإمارات مغلقة اليوم ولكنها من الأسواق التي أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع مرحوظ بالنسبة لأداء الأسواق تبقى أحجام التداولات متواضعة اليوم هذا بالنسبة للأسواق الخليجية ماذا عن السوق في مصر رأينا حركة واسعة على المؤشرات المصرية في الأسبوع الماضي على مدار الأسبوع الماضي تراجع المؤشر الثلاثين الـ EGX30 بنحو 7% وبذلك كان سجل أكبر خسارة أسبوعية في عام كامل هذا كان على الرغم من أن يوم الخميس كان ارتفع بـ 1.6% بعد أربعة جلسات متتالية من الخسائر أما بالنسبة لأداء اليوم بعض الثبات على المؤشر اليوم بينما الـ EGX70 يرتفع بـ 4.4% منذكر أن الـ EGX70 أيضا كان تراجع لأربعة أسبوع متتالية يبدأ الأسبوع على ارتفاع في الـ EGX30 ارتفعت أسهم 15 سهم وتراجعت أسهم 16 سهم أيضا للجلسة الثانية أو الثالثة على توالي سهم شركة E-Finance يساهم بشكل كبير في مكاسب المؤشر ويحقق أكبر حركة هناك ضغط وارتفاع على E-Finance بـ 10.7% خلال اليوم ضغط من سهم طلعت مصطفى كان على المؤشر تراجع بـ 3.8% ولكن أعلى نسبة التراجع كانت على سهم سويدي إلكتريك اللي تراجع بتقريبا 5% على الرغم من هذه التراجعات الـ EGX30 مازال مرتفعا خلال هذا الربع بـ 17% وخلال هذا الشهر 0.4% لأنه تعرض إلى العديد من الخسائر إذن هذه هي الصورة بالنسبة للمؤشرات المصرية في نهاية التدولات بداية الأسبوع ماذا عن أبرز أخبار الشركات في البورصة المصرية لنبدأ مع EFGRMS التي أتمت خدماتها الاستشارية لصفقة تقسيم العرفة للاستثمارات والاستشارات إلى شركتين وهم CONCRETE FASHION GROUP للاستثمارات التجارية والصناعية وجيتكس لاستثمارات التجارية والصناعية إذن السهم كان سجل منذ بداية هذا العام ارتفاع بتقريبا 32% من جهتها أقرت الجمعية العمومية لمجموعة طلعة مصطفى القابضة توزيعات أرباح على المساهمين عن العام الماضي بقيمة 22 قرش للسهم على قسطين السهم اليوم كان يضغط على البؤشر ويتراجع ب4% في تدولات اليوم ولكن منذ مطلع العام طلعة مصطفى كان من أكثر الأسهم التي سجلت أرباح واستفادت في الارتفاعات الأخيرة ارتفاعات منذ بداية العام تقريبا 148% تحولت شركة أوراسكوم المالية القابضة إلى الربحية على أساس سنوي في 2023 لتسجل صافي ربح 20 مليون ونصف المليون جنيه خلال 2023 وذلك مقابل خسائر هي 133 مليون وأربعمائة ألف في 2022 السهم على ارتفاع اليوم من جهتها عدلت مصر للألمنيوم الموازنة التقديرية عن العام المالي المقبل بعد التغيرات الطارئة على سعر الدولار مؤخرا مستهدفة صافي ربح 10 مليون ونصف 10 مليارات ونصف المليار جنيه في العام المالي المقبل مقابل أربعة مليارات وثمانمائة مليون جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجاري والسهم يرتفع أيضا اليوم بأكثر من 2 في المئة فيما عدل مجلس إدارة بنك البركة مشروع توزيع الأرباح عن العام الماضي إلى عدم التوزيع على المساهمين بدلا من توزيع مليار جنيه بواقع كوبون جنيه و38 قرش للسهم على أن يتم العرض على العمومية غدا من جهتها وفقت عمومية مصرف أبوظبي الإسلامي على زيادة رأس المال إلى 6 مليارات جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية السهم يتفاعل ويسجل بعض أتراجع لك منذ بداية العام ارتفاع بـ 12.5 في المئة لنتحدث عن أداء السوق في مصر ينضم إلينا من القاهرة محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية أهلا بك أستاذ محمد نتحدث عن المؤشر والمستوى خلال الأسبوع الماضي سجل المؤشر المصري تراجعه هو الـ EGX30 تراجع بنسبة 7 في المئة هي أعلى نسبة تراجع في أسبوع منذ عام إلى متى ستستمر التراجعات وإمتى ممكن يبلش يهدي السوق طبعا التراجعات اللي شفناها السنة اللي فاتت كانت آسف الأسبوع اللي فات كانت نتيجة تراجع سعر الدولار وصاد الجنيه المصري في السوق الرسمية يعني بعد تحرير سعر الصرف ووصل سعر الصرف الـ 50 جنيه بدأ يتراجع وصلنا تقريبا لحدود الـ 47 جنيه أو 46 جنيه ونص فطبعا ده أدى لتراجع المؤشر الرئيسي الـ EGX30 بشكل كبير بنسبة تقريبا تتجاوزة 7% طبعا في نفس الوقت ده كان في مرحلة تصحيح للمؤشر لأننا السوق كان طالع بشكل كبير جدا فكانت فرصة لجني بعض الأرباح لكن كانت جني أرباح عنيف شوية إنما هو برضو فيما زال احنا في التجاه الصاعد فده يعتبر جني أرباح على المدى المتوسط فما فيش أي مشكلة وصول السوق لمنطقة الـ 28 ألف نقطة ويبدأ يتماسك عندها هو نقطة الدعم الرئيسية في الوقت الحالي فده مؤشر إيجابي بالرغم من استمرارية تراجعات سعر الدولار في البنك المركزي طبعا بعد تحرير سعر الصرف التوقعات بضخ مزيد من السيولة الدولارية في السوق المصري ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر في خلال الفترة اللي جاية مع استقرار حالة سعر الصرف أعتقد ده يقدر ياخد السوق مرة تانية إلى الصعود وده اللي مخلي التماسك المؤشر عند منطقة فوق الـ 28 ألف نقطة بالإضافة برضو المستثمرين المحليين بيتحوطوا من ارتفاعات التضخم اللي ظهرت المؤخرة في البورصة يعني طبعا حجم التضخم مرتفع جدا ومتوقع أنه يستمر في الارتفاع في غضون الشهور القليلة القادمة نتيجة طبعا تحرير سعر الصرف ونتيجة ارتفاع التكاليف بسبب سعر الفايدة فعالفترة القليلة القادمة سيشهد التضخم ارتفاع طفيف فبالتالي المستثمرين بتلجأ إلى الأسهم للتحوط من التضخم لما نحكي عن التضخم كمان بالنسبة لأسعار هذه الأسهم فيه شوية تضخم في الأسعار خاصة بقراءة منذ بداية العام وحتى الآن يعني هلأ كنا ننظر إلى سعر سهم طلعت مصطفى وهو من الأسهم المستفيدة خاصة أيضا بعض الصفقات التي حصل عليها مع نهاية العام الماضي واليوم صفقة رأس الحكمة السهم ارتفع منذ بداية العام تقريبا 150% ويشبهه العديد من الأسهم في السوق المصرية ألا يوجد تخوف أن هذه الأسهم سيصير فيها تصحيح لتعدل بسبب التعديل في سعر الصرف في السوق بالنسبة للدولار لو شفنا لو أخذنا مثال سهم طلعت مصطفى فيعتبر عمل تصحيح عمل تصحيح تقريبا من أما وصل لحد 90 جنيه وبدأ يتراجع نهاردة 58 جنيه أو 59 جنيه أعتقد أنه صحح 50% من حركة الصعود بتاعته إنما بشكل عام هو سهم طلعت مصطفى سهم مدرك تقريبا في بداية 2008 أو 2009 بـ 14 جنيه فضل مستمر على هذا السعر طول فترة التداوله على البورصة بيطلع وينزل لحد منطقة ديت النهاردة لما نشوفه بيطلع هو بيجني سمار المرحلة اللي فاتت كلها النهاردة طلعت مصطفى عنده مشاريع كبيرة جدا في الفترة اللي جاية مشاريع داخل فيها كتير على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي أيضا بدأ يفتح مشاريع خارج حدود مصر فطبعا ده بيساعده بشكل كبير جدا على الاستمرارية الربحية عنده في كالشركة والتوسع الكبير اللي هو داخل فيه أعتقد أنه هو السهم مازال لسه تحت القيمة تحت القيمة الحقيقية بتاعته محمد عادة يعني نحن نعلم أنه عندما شركة تقرر إلغاء توزيعات لها سواء النقدية أو السمهية لكي تعيد الاستثمار وتستثمر في الشركة ولكن ماذا عن المستثمرين اللي مستثمرين بالشركة كيف يقرؤون هذا الإلغاء للتوزيعات بعض المستثمرين الأفراد بيبقوا حابين أنهم يشوفوا بعض التوزيعات لما المؤسسات أو الكينات الكبيرة بتبقى حبة أنه ما يكونش فيه توزيعات وطبعا طالما الشركة لغت التوزيع بناء على أن فيه خطة استثمارية هتبدأ يتم استثمار بالأموال اللي كان هيتم التوزيع فيها دي لا بالعكس يعني إلغي التوزيعات طبعا بالنسبة للمستثمرين المؤسسات يلغاء التوزيعات أفضل طبعا لأنه هيبقى فيه ربحية أكبر من اللي كان متوقعة في الفترة اللي فاتت يعني هم داخل مشروع جديد فالمشروع هيحقق له عائد أكبر فبالتالي هيكون محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية كنت معنا من القاهرة أهلا وسهلا بك انتهت البنوك المصرية من تمويل كافة طلبات الاستيراد المعلقة بالموانئ بالنسبة للسلع الأساسية وفقا لما أكد 11 مصرفي من بنوك مختلفة عاملة في مصر للشرق جاء ذلك بعد أشهر من تعليق تلك الطلبات وسط أزمة سيولة دولارية كانت تعاني منها الدولة في العامين الماضيين قبل أن تتضفق العملة الصعبة بوفرة بعد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس المصرفيون أكدوا انتهاء قائمة الانتظار الخاصة بكل البضائع الموجودة بالموانئ وخاصة السلع الغذائية والدوائية والأعلاف ومستلزمات الانتاج في سياق ذاته قال رئيس مصلحة الجماريك الشحات غاتوري للشرق إن مصر أفرجت عن وضائع بأكثر من 14 مليار ونصف مليار دولار منذ مطلع العام حتى نهاية الأسبوع الماضي تعتزم الحكومة المصرية إعادة حساب دعم المواد البترولية والمقدر سابقا بنحو 147 مليار جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 20-24-20-25 وذلك بعد تحريك أسعار جميع فئات البنزين والسولار بحسب وزير المالية المصري محمد معيط رفعت مصر أسعار جميع فئات البنزين جنيها واحدا كما زادت سعر السولار بأكثر من 21% إلى 10 جنيهات من 8 جنيهات و25 قرش سواء لشركات إنتاج الكهرباء أو سعر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شرغرب مستمر معكم وفيه بعد الفاصل المغرب يخصص مليون هكتار لمشروعات الهايدروجين الأخضر ابقوا معنا أهلا بكم من جديد في روسيا انخفض معدل تكرير النفط اليومي إلى أدنى مستوى أسبوعي في عشرة أشهر على وقع الهجمات المستمرة لطائرات مسيرة أوكرانية على مصافي ومنشآت نفطية وبحسب بلومبرغ فقد تم تكرير نحو 5 ملايين برميل يوميا من النفط الخام في الفترة من الرابع عشر إلى العشرين من مارس ما يمثل انخفاضا بأكثر من 400 ألف برميل يوميا عن المعدل اليومي لأول 13 يوم من الشهر استهدفت الطائرات المسيرة 13 مصفات رئيسية ومنشآتين أصغر هذا العام ما أدى إلى توقف ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا من قدرة المعالجة تجاوز الطلب العالمي على النفط التوقعات لهذا العام ما أثار تساؤلات حول موعد بلوغ استهلاك النفط العالمي ذروته إذ أبدأ المديرون التنفيذيون في مؤتمر سيرويك التابع لـ S&P Global ثقة متزايدة في توقعات الطلب على الرغم من تزايد استخدامات الطاقة المتجددة في هذا الصياق أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر على ضرورة الاستثمار في النفط والغاز بما يعكس افتراضات الطلب الواقعية فيما قال الرئيس التنفيذي ليبيتول راسل هاردي إن شركته ستؤجل الموعد المتوقع لذروة الطلب على النفط إلى أوائل العقد المقبل بسبب انخفاض توقعات تبني السيارات الكهربائية من جهتها تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط بمقدار مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا في عشرين أربع وعشرين ليصل إجمال الطلب اليومي إلى مئة وثلاثة ملايين ومئتي ألف برميل هذا العام حذر الأمين العام لمنظمة أوبيك حيثم الغيس من المخاطر التي ستترتب على توقف إنتاج النفط أو استخدامه مشيرا إلى أن التخلي عنه ليس بالأمر السهل الغيس وصفت دعوات المنادية بالتخلي عن النفط بأنها مغلوطة وغير واقعية مرجحا استمرار النفط في لعب دور مهم في أسواق الطاقة يمتد لعقود وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية توقع الغيس ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 23% ووصول الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل في اليوم بحلول 20 25 يتحدث عن ملف النفط ينضم إلينا من بغداد علي نعمي الخبير النفطي أهلا بك أستاذ علي أسعار النفط تواصل التراجع متأثرة بقوة الدولار ولكن التوقعات بأن نرى شح في السوق ما رأيك؟ السلام عليكم وعلى مشاهدين قناة الشرق الكرام حقيقة أنه توقعات قرار أوبيكي بلاس بتمديد اتفاق الخفض الإنتاج للفصل الثاني كانت تشير إلى هناك وجود فائض سيكون فائض خلال الفصل الثاني وفائض أيضا خلال 2024 لأن التوقعات حاليا كلها تشير إلى أن السوق يشهد عجزا خلال الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث وعلى مستوى 2024 بشكل كامل حيث أثر ذلك اتفاق أوبيكي بلاس بشكل واضح على مستوى المعروض العالمي وعلى التوقعات مقابل أن هناك البيانات الطلب بدأت تشير بتحسن كبير مثل ما ذكرت في تقريركم حيث أن هناك تحسن في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني وحتى الاقتصاد الأوروبي بدأ يظهر تحسن حيث بدأت مواشرات الاقتصاد هناك ثقة عالية في الاقتصاد الأوروبي عكس توقعات أغلبية المحللين الذين كانوا يعتقدون أنه لن يكون خيرا في الاقتصاد الأوروبي وبعضهم ذهب إلى أن هناك سيكون انخفاضا في مستوى الثقة بالاقتصاد الأوروبي في حين شهد الاقتصاد الأوروبي ارتفاع مستوى الثقة مقدار 8 نقطة وصولا إلى 33 نقطة وهذا تغييرا واضحا في هذا المجال وكل هذا يدعم مستوى الثلاثة الطلب وإضافة أن الطلب في الصين يتحسن بشكل كبير خلال هذه الفترة أستاذ علي في هذه الحالة عندما نتحدث أن الطلب العالمي يبدو أنه يتجاوز التوقعات ويتجاوز ليس فقط التوقعات المعروض والمؤسسات النفطية وحتى البنوك التثمارية الكبرى في هذه الحالة ماذا نتوقع من أوبيك بلس في المرحلة المقبلة هل يمكن أن تغير سياستها التي قامت بها وقامت بتمديد الخفض الطوعي للإنتاج إلى متى برأيك بالتأكيد مثل ما ذكرنا سابقا ونذكر دائما أن أوبيك بلس تعتمد سياستها على إيجاد توازن في السوق استمرت هذه العملية في أن هناك عزم في السوق وبالتأكيد ستذهب على الأقل خلال فصل الثالث من هذا العام إلى تغيير سياستها إلى تخفيض مستوى التخفيض في الإنتاج وإعادة جزء من التخفيض وعادة كل التخفيض الطوعي الذي سمر الفصلين الأول الثاني إلى السوق وهذا يعتمد أيضا على الرؤى والسياسات التي ستكون عليها العرض والطلاب على مستوى المعروض العالمي خاصة ما يرتفع من الولايات الأمريكية والبرازيل ووايانا ودول أخرى غارج بلاس نحن نلاحظ أن الولايات الأمريكية بدأت المستويات النمو المعروض فيها الماضي والأشهر الأولى من هذه السنة فبالتالي هذه كل مواشرات ستكون من حسابات أوبيك بلاس خلال الفترة القادمة وأنا أعتقد لو تستمر الموضوع في مجال الافتفاع العجز في موجود عجز في الطلب عجز في المعروض بالتأكيد فأن أوبيك بلاس ستعيد جزءا من إنتاج هذا السوق لعادة التوازن بالسوق وبالتالي تحقيق مصدحات المنتجين والمستهلكين تستمر في هذه المرحلة الاترابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لديك أيضا الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تقوم باستهداف مصافي روسية أمام منتجي النفط الآن ما هي الخطوات التي بإمكانهم اتخاذها لمعالجة هذه التوترات الجيوسياسية حقيقة التوترات الجيوسياسية هي أحد المؤثرات الرئيسية خاصة خلال السنتين الأخيرتين نتيجة حرب روسية في أوكرانيا وإضافة إلى حرب في غزة والمؤثرات في الشرق الأوسط بشكل كامل لكن حاليا نلاحظ أن هناك الهدنة المفاوضات المفترضة لوجود هدنة في غزة ساهمت نوعا ما في تخفيض الأسعار إضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار أسعار الدولار مقارنة مع العملات الأخرى إلا أن المؤشرات الأخرى التي ذكرتم ها زيادة الطلب خفاظ الخزين الأمريكي سواء للنفط الخام أو للبانزين إضافة إلى تحسن الطلب الصيني إضافة إلى توقف المصافي الروسية بحدود 7% من المصافي التكرير هذا كل أعطى مؤشرات إيجابية ساهمة في وجود أسعار بشكل عام هي جيدة مقارنة مع التوقعات التي كان يجب أن تكون أقل من ذلك إلا أن المؤشرات الإيجابية كانت داعمة بشكل كبير لأسعار النفط التي تكون قريبة من أعلى مستوياتها التي تحققتها خلال أسبوع الماضي ولم تتراجع كثيرا نتيجة مثل ما ذكرت المفاوضات مع غزة إضافة إلى أن نلاحظ أن رغم أن توقف مصافي التكرير في روسيا بسوعة علمية لأن صادرات الروسية والإنتاج الروسي لم يرتفع وبالتالي أبقت روسيا محافظة على حصتها في التخفيض خلال أوبيك بلاس إضافة إلى أن هناك مؤشرات كانت على انخفاض صادرات دول أوبيك الأخرى وهذا مؤشر على أن دول أوبيك أيضا ملتزمة في التخفيض الطوعي الفصل الثاني بشكل كبير وخاصة السعودية والعراق اللي شئدنا أنه انخفاض صادراتها بشكل ملحوظ خلال فترة واضية من هذا الشهر شكرا لك من بغداد علي نعمي الخبير النفطي شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا لف النفط إلى المغرب حيث تم الإعلان عن تخصيص مليون هكتار لدعم الاستثمار في قطاع الهايدروجين الأخضر ضمن خطة حكومية لتفعيل عرض الدولة في هذا المجال أطق التفاصيل مع ناس عياش مستفيدا من الموقع الجغرافي القريب من أوروبا والمشاريع المتقدمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يطلق المغرب عرضا لاستقطاب الاستثمارات في قطاع الهايدروجين الأخضر في المرحلة الأولى من هذا العرض توفر الدولة 300 هكتار من العقارات العمومية للمستثمرين الراغبين في دخول لمجال الهايدروجين الأخضر بما في ذلك مشاريع توليد الكهرباء والتحليل الكهربائي وإنتاج الأمونيا والميثانول والوقود الصناعي مجموعة هذه التحفيزات بالخصوص التكنولوجية الخضراء التي من بنتها الهايدروجين فهناك تحفيزة مباشرة الاستثمار بل هناك كذلك إعفاءات جبائية وضريبية للمعدات التي يمكن استيرادها من الخارج نحو مئة مستثمر وطني ودولي تقول الحكومة إنهم قدموا عروضا لإنشاء مشاريع مخصصة لإنتاج الهايدروجين الأخضر ومشتقاته في المغرب لتوجيهه نحو السوق الداخلية أو التصدير يمكن أن توفر في برحالات أولى رقم معاملات 22 مليار درام في أفق سنة 2030 ولكن ممكن نوصل أكثر من 330 مليار درام في أفق سنة 2050 بالإضافة أن المملكة المغربية تريد من جهة أن تلبي الطلب الداخلي في كل ما يتعلق فتوى الطاقية واستهدف المغرب رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 52% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030 يعد المغرب واحدا من ستة بلدان تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر بحسب مجلس الطاقة العالمي ما يؤهل المملكة للاستحواذ على 4% من السوق العالمية بحلول عام 2030 أنس عياش الشرق الرباط إلى موضوع آخر أطلقت يانجو تطبيق يانجو بلاي وهي خدمة ترفيهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين بث الفيديو والموسيقى والألعاب الصغيرة أصبحت متاحة في كافة دول مجلس التعاون الخارجي لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي في الستوديو جو الخواند رئيس قسم الإنتاج لمطقة الشرق الأوسط وشمال الأفريقية في يانجو بلاي أهلا بك جو خلينا بداية نسأل عن هذه الخدمة التي تم إطلاقها من شهر وشوي تقريبا ما الذي ألهم هذه الاستراتيجية التي تركز على الترجمة تلبية الأذواق الإقليمية على وجه التحديد لماذا؟ شكرا مايا اللغة العربية هي أكثر لغة أو خامس أكثر لغة متكلمة أو متحدثة من سكان الأصليين بالعالم وهي اللغة الأساسية لـ 26 بلد تقريبا بس حصتها على الإنترنت كثير قليلة 100% اللي هي ما بتفوق 5% من محتوى الإنترنت نحن قررنا نغير هذا الشي وبالتالي نخلق أو خلينا نقول ننشؤ محتوى عربي للمجتمع المحلي مش بس بيحكي اللغة العربية إنما كمان بيحكي الحضارة العربية بيحكي السقاف العربية بيحكي القيام العربية يانجو بلاي مش بس معنى أنه يقدم محتوى عربي إنما أيضا معنى بالنجوم والمواهب العربية يقدر يعطيها ويصلت عليها الضوء كيف؟ شو نوع النجوم والمواهب اللي عم بتقدموهم؟ لا ححكي على سبيل المثال اللاينوب واللي هو من سعودية لمصر للبنان وسوريا واللي بيجمع كوميدة عائلية محتوى ترفيهة وبنفس الوقت المسلسل الملحمة الأضخم خلينا نقول اللي هو مسلسل الحشاشين لهذا السنة مسلسل الحشاشين إنتاج ضخم بيوازل الإنتاجات العالمية وبالتالي هون هيد الفراد اللي عم نشتغل عليها عندكن إنتاج خاص بيانجو بدأتم بالإنتاج الخاص بكم؟ صحيح كان عمنا هذه السنة برمضان الأول أوريجينال اللي هو ثقف الوالد من سعودية كان هو أول والجي على خلينا نحكي بصراحة هل نحن بحاجة للمزيد من هذه التطبيقات في العالم العربي يعني في منافسة هناك العديد من التطبيقات ليس فقط تطبيقات عربية وتنتج محتوى عربي هناك تطبيقات أجنبية وعالمية واليوم الاستوديوهات الكبيرة أيضا تدخل في عالم هذه التطبيقات ما الذي يميز يانجو شو هو الشي اللي رح يخليكم تقدروا تنافسه يانجو هو التطبيق سوبر ترفيهي هو الأبرز من نوعه خلينا نقول وهو مدعوم بالأي آي الذكاء الاصطناعي وبنفس الوقت عنا مثل ما ذكرته عنا الأفلام والمسلسلات الموسيقى والألعاب بتطبيق واحد وباشتراك واحد الفرادة بتجي من هنا والفرادة بتجي كمانا من تركيزنا على المحتوى العربي خلينا نقول من كافة البلدان بطريقة جيدة إلى أي درجة بتعتقدوا أنه سيكون لكم مساهمة في تغيير طريقة أو أنماط الاستهلاك بالنسبة لمستهلكي هذا المحتوى العربي الزكاية الاصطناعية سيكون له دور الأبرز بهذا المحل لأنه اليوم نحن نفتح يالله تطبيق وبيستهلكنا وقت حتى نختار شو بدنا نشوف أو شو بدنا نحضر وبالتالي هذا الوقت نحن نوفره على المشتركين اللي عنا لأنه عم نكون عم نقدر نوصل أو نوصل لهن شو عابلهم يحضروا ونعملهم ريكمنديشن عليها بنفس الوقت بنفس الشي للموسيقى وبنفس الشي للألعاب إذا عم نحكي على موضوع الذكاء الاصطناعي أطلقتم نظام الذكاء الاصطناعي اسمه ياسمينة وهو مساعد ناطق باللغة العربية لتعزيز وإثراء تجربة المستخدم كيف ستقومون بتعزيز هذه التجربة يعني أنا بحكي مع ياسمينة بقول لأ أنا عبالي أخضر كوميدي اليوم مثلا كيف أتعامل مع ياسمينة ياسمينة خلينا أقولك كمان أنه بتفهم اللهجة الخليجية وبتحكي خليجة وبتحكي عربية ما في نحكيها لبناني بتفهم لا بتفهم وهذا الشي اللي كمان جاي بتفهم كل اللهجات العربية أو معظم اللهجات العربية تم تدريبة على خلال السنين تفهم اختلاف اللهجات نحنا ما شاء الله عنا لهجات كتير صار عند إذا بدنا نقول مخزون لغوي اشتغل عليه مئات المختصين لحتى وصلت أنه تقدر تفهم وتتواصل وبتعطي تجربة محادثة بشرية إلى أحد ما فيك تتساير مع بتخبر بتخبرك نيكار بتخبر تعرف أنا مشروع تخرجي من الماجستر من خمسة سنين كان تحكي بالعربي بس ما عرفنا عملناها لأنه ما كانت جاهز التكنولوجيا ما قدرنا نطبق على اللهجات أين ترون مستقبل يانجو اليوم نتحدث عن يانجو بلي التي أطلقت قبل حوالي شهر وين بتشوفوا المستقبل وشو هي الشريحة اللي أنتم مستهد فينا من هذا بدنا نحكي بس بالعالم العربي ولا لديكم خطط للتوسع أيضا في الخارج تركيزة خلينا نقول يانجو بلي تركيزة على الفرد على الفرد فعلا تكون فريدة من نوعه وبنفس الوقت نحنا عم نحكي بأنه الفراد تكون بمحتوى بيشبه المشاهد مش بس بيحكي لغته بقى هيدا هي الفراد اللي نشغل عليها بالسنين اللي جاية شكرا كتير لعلك جور خواند رئيس قسم الإنتاج لمنطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا في يانجو بلي أهلا وسهلا شكرا لعلك شرغر مستمر معكم وفيه بعد الفاصل جولدمند ساكس لا يستبعد وصول سم بي إلى ستة ألاف نقطة بقيادة أسهم التكنولوجيا العملاقة ابقوا معنا أهلا بكم من جديد قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن الصين بإمكانها النمو بعشرين في المائة خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة وإضافة ما يعادل ثلاثة تريليون ونصف تريليون دولار إلى اقتصادها وذلك في حال نجحت الحكومة في تجاوز العقبات وحدثت سياساتها الاقتصادية لتتناسب مع العصر الجديد جورجييفا أضافت أن الصين ستظل على المدى المتوسط مساهمة رئيسيا في نمو الاقتصاد العالمي مشيرة إلى أنه رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني من طباط النمو وشيخوخة السكان إلا أنه لا يزال يتمتع بفرص هائلة للنمو في خطاب خلال منتدى التنمية الصيني حوال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشانج تهديئة مخاوف المستثمرين بشأن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد مؤكدا أن بكين تكثف إجراءات الدعم لتحفيز النمو ومعالجة المخاطر النظامية لي قال إن المجال لا يزال مفتوحا أمام المزيد من سياسات الاقتصاد الكلي مشيرا إلى أن نمو أسعار المستهلكين منخفض نسبيا ومستوى ديون الحكومة المركزية ليس مرتفعا بينما يبدو الطلب الإجمالي في الصين غيرك وفي إشارة إلى المخاوف بشأن مخاطر قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية قال المسؤول الصيني إن بعض الصعوبات والمشاكل ليست خطيرة بالقدر الذي يعتقده الناس مضيفا إن الخطوات المتخذة امتخذة للحد من المخاطر في هذه المجالات أظهرت تطورا إيجابيا لنلقي الآن نظرة على العملات المشفرة نذكر أن العملات المشفرة تبقى عاملة في عطلة نهاية الأسبوع عندما تكون بقية الأزواق مغلقة الآن على الرغم من الارتفاع نوعا ما على البيتكوين والإثيريوم في هذه اللحظات إلا أنها واجهت الأسبوع الماضي أسوأ أسبوع في عشرين أربع وعشرين مع تراجع الطلب على الصندوق الصندوق العملة المشفرة بأكثر من عشر في المئة جي بي مورغين يتوقع المزيد من التراجع وتخارج من قبل هذه السنديق خلال الأسبوع الماضي شهد أو جعل هذه العملات المشفرة تشهد أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام للمزيد عن أداء العملات المشفرة ينضم إلينا الزميل محمد زيدان المحلل المالي للشرق لنتحدث عن هذه العملات المشفرة يعني طلعنا للأربعة وسبعين ونزلنا للتنين وستين اليوم نحن عند خمسة وستين كيف ننظر إليها شكرا هو أولا السوق المفتوح الموجود دلوقتي النشط هو السوق العملات الرقمية عامة العملات الرقمية منذ مطلع العام تفوقت على الأصول الرئيسية بشكل ملحوظ فإحنا رأينا مرشل بلومبرج للعملات المشفرة يحقق منذ مطلع العام مكاسب أكتر من 45% مقابل مؤشر نازدك التكنولوجي اللي هو يقود الزخم الشرائي في وولستريت لم يحقق أكتر من 8 أو 9% باللون الأزرق مؤشر نازدك باللون الأصفر مؤشر بلومبرج للسلع حتى السلع الرئيسية بدأت تفقد الزخم بشكل كبير وكل الأنظار تتجه نحو العملات المشفرة تأتي بسبب العديد من العوامل العامل الأول الزخم الإيجابي الموجود في وولستريت أيضا انكماش المعروض بسبب تنصيف العملة المتوقع في شهر إبريل أو شهر القادم وكمان الأموال الرخيصة أو فكرة أن الأموال أقل تكلفها ستعود مرة أخرى الأصوات بعد بداية خفض الفيدرال لمعدلات الفائدة دعمت ارتفاعات البيتكوين ولكن كنا نرى دائما نمط متكرر مع كل ارتفاعات وقيمة قياسية جديدة دائما نرى تراجعات بأكثر من 20% أو 18% يرجى النظر بأن الفارق الكبير أو تباين في الأداء الواضح منذ عندنا شهر فبراير كان شهر فبراير أو من أول مطلع عام لشهر فبراير كتل عملات سوف تعود السوق والآن عندنا انكماش في المعروض رأينا الفارق كبير والارتفاع ولكن كل ارتفاعات مصحوبة من معدل تقلبات مرتفعة فالعملات المشفرة مخلطة بالأصول الأخرى هي صاحبة التقلبات الأعلى وصلت أكثر من ثلاثة أضعاف مؤشر نازدك طبعا الأقل هي السلع بشكل عام من ناحية فنية البيتكوين يختبر مستويات محورية رأينا مستويات اتنين وستين الف خمسمائة كما سنرى في الرسم البياني التالي تماسك في مرات عديدة بعد عملات الرجوعات الأخيرة أو ضغط البقية رأينا تحقيق القمة عند حوالي أكثر من أربعة وسبعين ألف رأينا عملات جنة أرباح منطقية ومعروفة وتعودنا عليها بخسائر وصلت حوالي تمنتاشر في المائة ولكن الاتين وستين الف في مرات عديدة دايما لأينا مشتري في السوق ولا يسمح أن يرى نرى البيتكوين يغلق دون هذه المستويات فبالتالي مع تماسك البيتكوين أعلى مستويات الاتين وستين الف سنرى دائما نتجاه صعد وارد وعلى أبواب أو سيناريو مخترح ولكن أي إغلاق دون مستويات اثنين ستين ألف قد نرى عملات تصحيحية أكثر عنفا أو أكثر سرعة نرى فيها اختبار مستويات تمانية وخمسين ألف وهي متوفقة مع متوسط الخمسين يوم فبالتالي معي عن مدى قصير العودة للتفاق مرة أخرى وكان السبب الرئيسي تصريحات الفيدرالي اللي أوضح فيها أنه مستعد ومقبل على خفض معادلات الفائدة بس مش هلأ مش هلأ ولكن هو ألف عشر سيكون مطروح الطولة عادة الزخم الإيجابي في داحة الأصول مخطرة المرتفعة وهنا رأينا تمسك اثنين وستين ألف لولا تصريحات الفيدرالي كنا نرى ترجاعات أكبر على بيتكوين ونرى اختبار مستوى الخمسين في النهاية صعود أو هبوط دائمة بيتكوين وصحبه تقلبات مرتفعة مع هذه التقلبات هذا مستوى فني هام محمد يمكن اثنين وستين ألف وخمسمية برأيك هل سيكسر أنت عم تقول ممكن يختبر الخمسة وخمسين لو كانت الأخبار مختلفة ما هي الأخبار التي ممكن نسمعها بسوق العملات المشفرة وتلاقيه بالفعل يكسر حاجز اثنين وستين وخمسمية عملا هيكون لو أسباب كلية ممكن يكون أسباب تشريعية ولكن هي عملات تصحيح في وولستريت بما أنت دلوقتي البيتكوين مكشفة على أموال المؤسسات والبنوك أي عملات تصحيح على الأسهم في وولستريت قد تضغط 62 ألف وخمسمائة مهمة من ناحية الفنية لأنها شاهفنا كذا مرة وهي محاولة لتكسر 62 ألف وليس المشتري رجع سوء أعلى من 62 ألف شاهفنا مرات عادية وشاهفنا سابقا فعشان كده هؤلاء تبقى منطقة ذهبية بالنسبة لمادق قصير الأخبار السلبية هي أي عملية تصحيح عنيفة على أسهم تكنولوجيا بالذات ممكن يخلي نشوف تراجعة كبيرة شكرا لك من مزاعم بممارسة الاحتكار إلى التراجع المستمر في الصين نستعرض فيما يلي أبرز التحديات التي تباجهها أبل على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أما في موضوع الأسواق يتمسك جولدمن ساكس بتوقعاته الأساسية ببلوغ مؤشر S&P 500 مستوى 5200 نقطة بنهاية العام إلا أنه رسم سيناريو تقود فيه أسهم التكنولوجيا العملاقة المؤشر ليرتفع بنسبة 15% إضافية ويصل إلى مستوى 6000 نقطة تمسك البنك بتوقعاته الأساسية يأتي بدعم من تسعير الأسواق بشكل كامل لمساري الفائدة الأمريكية والنمو الاقتصادي وفي السيناريو الأكثر تفاؤلا يرى البنك أن استمرار ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا العملاقة سيدفع مؤشر S&P 500 إلى 6000 نقطة بنهاية 2024 وستصل نسبة مكرر السعر إلى الأرباح الآجلة إلى 23 مرة أما في السيناريو المتشائم فيفترض ستراتيجي جولمن ساكس هبوط السوق صوب 4500 نقطة منذ بداية العام ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 10% تقريبا مدعوما بتوقعات خفض الفدرالي لأسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى جانب التفاؤل بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي نتحدث عن هذا الموضوع وأداء الأسواق الأمريكية عامة ينضم إلينا من سيدني بيتر مكواير الرئيس التنفيذي لشركة XM أستراليا أهلا بك بيتر نتحدث عن هذا التقرير من جولمن ساكس الذي يضعنا في سيناريو متفائل عند 6 ألاف نقطة وسيناريو متشائم عند 4500 نقطة ما هي قراءتك؟ طب يومك مايا هناك أمرا نعم كنا أمام أسابيع 9 أو 10 أولى مذهلة في هذا العام وخاصة مع اقتراب نهاية مارس نشعر أن الزخم لا يمنع من الوصول إلى 6000 نقطة لا أعلم متى يحصل ذلك لكننا كنا أمام نمو هائل وننتظر لنرى الربع المقبل وقد نصل إلى 5600 نقطة بحلول الربع المقبل كان محمد يتحدث المحل المالي قبل قليل يتحدث أن كلمة جيروم باول دعمت أسواق الأصول الخطرة رأينا العديد من الناس عودون إلى سوق العملات المشفرة وأيضا في الأسواق الأمريكية رأينا ارتفاع على رغم من التراجعات يوم الجمعة ولكن أسبوع قياسي جديد بنزل العديد من هذه المؤشرات في هذه الحالة كيف تقارن أداء الأسواق وتوقعاتك لمستقبل هذه الأسواق بالمقارنة مع الأخبار والبيانات التي نسمعها من الفدرالي أنا أراقب تعليقات جيب الذي تحدث عن ثلاث عمليات خفض الفائدة هل سيحصل التخفيض الأول في يونيو وبأي تكرار سيحصل الخفض فنحن في عام انتخابات وهذا الموضوع سيسيس وربما يكون أول تخفيض في يونيو أو يوليو ورأينا الرالي الكبير في بيتكوين والذهب ثم بعض التراجع وكانت هناك حركة واضحة في الدولار الدولار سيصمد بل وربما يقوى قليلا مقارنة بالشركاء التجاريين لأمريكا وأسواق الأسهم ربما تسجل صعودا وأنا أيضا سأراقب الذهب بالتأكيد ماذا ذكرت الذهب في هذه المرحلة أسواق الأسهم الذهب الأصول خلال عشرين أربع عشرين ما هي المفاجأة ستكون في الأصول في القطاعات المختلفة وفي أي الأصول هل سنراقب الذهب أكثر أم العملات المشفرة أم حتى أسواق الأسهم كانت أتوقعات تشير بأننا سنرى نوع من التصحيح والتعديل ولكن حتى الآن جميع الأسواق وجميع الأصول يبدو أنها ترتفع ماذا تتوقع أي الأصول سنركز عليها هذه السنة في الربع المقبل أنا سأراقب الأسهم سيكون أداؤها قويا في الربع الثاني وبالنسبة للذهب يجب أن نراقب الذهب فهو قدم أداء مذهلا هو الفضة وسجل صعودا كبيرا في آخر بضعة أشهر منذ عطلة عيد الميلاد ولا يمكن أن نغفلهما ويجب أن نأخذ بالحسبان أداء أسواق الطاقة وتحديدا في الربع الثاني من العام شكرا جزيلا لك بيتر مكواير الرئيس التنفيذي لشركة XM أستراليا كنت معنا من سدني أهلا وسهلا بك دائما بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم في شرغرب مع بلوبك سألقاكم في برنامج الرابط لاحقا هذا اليوم وسنفتح ملف الصين وتعليقات كريستالينا جورجيفا حول الصين والخطوات التي تتخذها الصين كونوا معنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر